قال وزير الشؤون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عبداللطيف آل الشيخ قال إن الشعب السعودي يعتبر مصر بلده الثاني ويكن له الاحترام والتقدير وخلال كلمتي في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي جاء تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي وجه في هذا الإطار آل الشيخ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أنه أنقذ مصر وخاض معرقة الوعي المجتمعي لبناء الجمهورية الجديدة ونجح في وضع اسم مصر على خريطة العالم في الأمن والاستقرار والرخاء أشكر بهذا المؤتمر فخامة رئيس جمهورية مصر العربية المجاهد الكبير سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الذي جاهد فعلا وأنقذ مصر من كارثة كادة أن تقع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضله وبفضل الرجال الشجعان الذين آثروا حياتهم وآثروا راحتهم وآثروا كل أمور الدنيا من أجل بقاء مصر منارة هدى ومنارة خير لجميع بلاد العالم الإسلامي فخامة الرئيس الذي خاض المعارك الصعبة لبناء الوعي المجتمعي في مصر العزيزة وبناء الجمهورية الجديدة وضع مصر على خارطة العالم في الأمن والاستقرار والرخاء ترجمة نانسي قنقر